فتيل الاشتباكات المسلحة اشتعل عندما اعتقل جهاز الردع آمر اللواء 444 محمود حمزة في مطار معيتيقة محمود حمزة كان متجها بطائرة خاصة برفقة عبد الحميد الدبيبة لحضور استعراض عسكري في مدينة مصراطة جرى انزاله من الطائرة واقتياده إلى وجهة غير معلومة هذه ليست المرة الأولى التي يشتبك فيها اللواء 444 مع جهاز الردع إذ أن الخلافات بينهما قديمة ودائما ما تدور حول مناطق النفوذ خصوصا وأن محمود حمزة كان فيما مضى أحد القادة البارزين في جهاز الردع وتحديدا في فترة تأسيسه وبعد انشقاقه أسس كتيبة قتالية تسمى 2020 لتتحول فيما بعد إلى اللواء 444 هذا اللواء له مناطق نفوذ تمتد من جنوب ترابلس إلى جنوب ليبيا وتحت نفوذه أيضا مدينة ترهونة وبني وليته أما جهاز الردع فيتمركز داخل مطار معيتيقة وميناء ترابلس والسجون ويقع تحت نفوذه وسط العاصمة ترابلس ويؤمن العديد من المرافق الحكومية نقاط أخرى مهمة تفسر أسباب خطف حمزة نال الأخير شهرة محلية بسبب أدائه دور الوساطة ومنع الاقتتال ووقف الاشتباكات بين الميليشيات المسلحة في العاصمة ترابلس وأيضا في الغرب الليبي وقيل إنه لعب دورا بارزا في وقت المواجهات المسلحة عند محاولة فتح باشاغا اقتحام ترابلس لتسلم السلطة من البيبة وقتها تدخل لتوفير ممر آمن لخروج باشاغا وإعادة الهدوء إلى العاصمة الليبية ولهذا الدور فهناك من يرشح محمود حمزة ولوائه للإشراف على تأمين مطار ترابلس الجديد الذي تتصارى عليه الميليشيات في ترابلس لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات